من سبع سنين تقريباً كان عندنا أزمة كبيرة في السكر وقتها كيلو سكر ووصل سعره في السوداء في بعض الأوقات وبعض المناطق لعشرين جنيه لكن الدولة قدرت تدخل وحولت وبزلت مجهودات كتير عشان نوصل لنهاية هذه الأزمة تماماً من خلال تطوير المصانع الحكومية وكمان تقديم حوافز لمزارعي أصب السكر والبنجر دلوقتي الحمد لله قربنا نحقق الاكتفاء الذاتي في مصر من الاستهلاك المحلي للسكر بالنسبة كبيرة جداً